المسألة الإنسانية اللي حصلت في جروة السودان والغير موجودة في العالم كله لولا أنه كانوا جزء من المؤامرة في الصجر والسودان الليلة كان كل أبناء جروة السودان دالوا قيادات جروة السودان أبو سنحن نقف في المحاكمة الجنائية كانوا حكون قيادات الجنوب لأنه اللي حصل في جروة السودان من قتل على الهوية فقط ما حصل في أي حيثة في الدنيا ولا شعبات أي حيثة دوليا ولا حتى حصل في الروادة ذاتها ترجمة نانسي قنقر 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 خطت بعزم شعوبها آفاق فجر أوحدي فأنا بها وأنا لها فأنا بها وأنا لها فأنا بها وأنا لها فأنا بها وأنا لها سأكون أول مفتدي أر visual إنهم يقولون الحديث إنهم يقولون الحديث and that but when push comes to shove they disappear when it's game time they're nowhere to be seen they say they're going to be the greatest ever but their work ethic shows average effort they say they're going to be rich or famous but their habits are poor and ordinary talking is not enough أنت تفعل. عددًا مستوى. أنت تتعرض. أنت تتعرض. أنت تتعرض. عندما تقول أن تتعرض. أنت تفعل. تفعل. إنه يعني إمتوى. عددًا مستوى. أنت تفعل. نعم. عددًا مستوى. إذا نحن فعلا محبين لهذا الوطن ونرغب في أن يسترد المواطن السوداني عزته وكرامته لابد لنا أن نعمل أكثر من أن نتحدث كما لابد لنا أن نتوقف ولو الرحيم عن النشاطات السياسية الفردية والانخراط في العمل الجماعي وذلك حتى نتمكن من كنس هؤلاء الكيزان أهل الرزيلة والفساد والزج بهم في مزبلة التاريخ عليه أختلع أن نقوم بتكوين حركة شبابية جديدة على أن ينضمن إليها بعض الحركات الأخرى مثل حركة غيرفنا وحركة كفاية وقيرها في الداخل والخارج كما يفضل أيضاً إشراق أخواننا المناضلين في حزبي الملطمر السوداني والحزب الشيوع السوداني واخترحوا أن يرأس هذه الحركة مولانا القاضي سيف الدولة حمد من الله على أن يكون لديه مساعدين اثنين الأول مثلاً الدكتور محمد الزين ويكون رئيساً للمجموعة السياسية الشبابية التارية أسمائي محمد البوشي أحمد الضي سمية هندوسا وشمالي النور المساعد الثاني الدكتور فيصل عوى ويكون رئيساً للمجموعة السياسية الشبابية التارية أسمائي عثمان شبونا مصطفى عمر لبناء حسين والطيب جارة مجموعة الدكتور الزين تكون مسؤولة مثلاً عن الشؤون القانونية والسياسية وبعض المسؤوليات الأخرى التي ترى إنها مناسبة لهم أما مجموعة الدكتور فيصل فتكون مسؤولة مثلاً عن الشؤون الاقتصادية والشؤون المالية وبرنامج التبرعات المالية والميديا وبمناسبة الميديا كنا نتمنى أن تكون لنا قناة فضائية ولكن للأسف لن نتمكن من تحقيق هذا الحلم في الوقت الحاضر وذلك للتكلفة المالية الباهظة ولكن أبشرك خير فقد ظهرت حديثاً بعض البرامج التي يمكنها القيام بنفس برامج القنوات التلفزيونية وتبث أيضاً على الهواي مباشرة وذلك بواسطة الفيسبوك والويتساة وبمبالغ تعتبر زهيدة جداً مقارنة مع مبالغ تكاريف تأسيس الغناء التلفزيونية سوف أقوم بالتنسيق لاحقاً مع المهندسين المختصين في هذا المجال والذين سوف يتم اختيارهم من قبل مجموعة الدكتور فيصل أخترح أن تقوم اللجنتان فيما بعد بالعمل على ترشيح وتهيئة أحد من كوادرها الشبابية ليكون رئيساً للسودان الجديد أو بالأصح رئيساً للسودان النظيف وذلك بعد كنسه وتطهيره من من هؤلاء السفنة أو ساخ الكيذان حتى لا نمر بنفس تجربة السبتمبر التي فقدنا فيها المئات من خيرة شبابنا والتي كان يفترضها أن يخرج الشارع وقتها للإطاحة بهؤلاء الكيذان السفنة ليس فقط من أجل الوطن في حزب بل من أجل أخذ الثالي لأرواح هؤلاء الشهداء ولكن للأسف الشديد لم يحرك الشعب في الداخل ساكنا كما لم نحرك نحن أيضاً في الخارج ساكنا والسبب السبب هو لأننا لم نقوم متحدين وللأسف أيضاً لن نقوم بعد ذلك بتقديم الدعم المعنوي والمالي لمساعدة بعض أهالي هؤلاء الشهداء الذين يمرون حتى الآن بصروف مالية صعبة جداً لكل واحد من هؤلاء الكتاب قاعدة جماهيرية هائلة تصوروا لضموا صفوفهم كيف سيكون مدى قوة وحجم وصلابة الفريغ الذي سيقودنا لتحقيق النص أخيراً أتمنى أن يقوم القاضي النولان سيف الدولة بإصدار تعلماته فوراً لتكوين هذه الحركة الشبابية الجديدة وأدعو جميع أخواننا السودانين في الخارج والذين بلغ عددهم حسب آخر التقديرات حوالي عشرة ملايين أدعوهم للمساهمة مع هذه الحركة الشبابية الجديدة في عملية سياغة مستقبل البلاد وأهم شيء طبعاً هو تنظيم عمليات جمعة تبرعات المالية وتقديمها لهذه الحركة وذلك حتى تنزل هذه الفكرة إلى أرض الواقع بأسرع وقت ممكن لكي نتمكن من التخلص من هذا النظام المنحل أخلاقياً وزج بهذا السفاح الكلب القاتل في سجون الأخير دمتم بخير ودامت أيامكم بخير ودام السودان بكم عزاً وفخراً ترجمة نانسي قنقر لقد شعبنا ويصطر الدار ووورد شعبنا يا إخوتي من عودنا من عودنا يلي يوم يلي يوم ترجمة نانسي قنقر